الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 الشحن درجة حرارة الهواء ارتباط درجة حرارة الهواء الداخل 2 ماذا يعني ذلك؟ ينطبق رمز مشكلة التشخيص التشخيصي DTC العام هذا على جميع مركبات OBD2 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من نيسانا تويوتا شفرولي GMC فورد دوج فوكس هول ألخ على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة أعتمادا على الصنع أدراز يعني الرمز المخزن P011D أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد كشفت عن وجود اختلاف في الإشارات المرتبطة بين مستشعر درجة حرارة هواء الشحن كات ومستشعر درجة حرارة هواء الصحب AAT لبنك المحرك رقم 2 يشير البنك 2 إلى بنك المحرك الذي لا يحتوي على الاستوانة رقم واحد كما يمكنك أن تقول من خلال وصف الرمز يتم استخدام هذا الرمز فقط في المركبات المجهزة بأجهزة حث الهواء القصري ومصادر مدخل الهواء المتعددة وتسمى مصادر مدخل الهواء مدخل أجسام الخانق تشتمل أجهزة حث الهواء القصري على الشواحن التوربينية والشواحن الفائقة تتكون مستشعرات كات عادة من مقاوم حراري بارز من الغلاف على قاعدة سلكية يتم وضع المقاوم بحيث يتدفق عبره الهواء المحيط الذي يدخل مدخل المحرك بعد مغادرة المبرد البيني يسمى أحيانا مبرد شحن الهواء عدتا ما يتم تصميم الهيكل لربط أو ربط أنبوب مدخل الشاحن التوربيني الشاحن الفائق بالقرب من المبرد البيني مع زيادة درجة حرارة هواء الشحن ينخفض مستوى المقاومة في المقاوم كات مما تسبب في جهد الدائرة للتحرك نحو الحد الأقصى المرجعي يرى بي سي أم هذه الاختلافات في جهد مستشعر كات كتغيرات في درجة حرارة هواء الشحن يوفر مستشعر كات كات بيانات لام بي سي أم لتعزيز عملية الملف اللولبي للضغط وتعزيز تشغيل صمام تحرير الضغط بالإضافة إلى بعض جوانب توصيل الوقود وحساب توقيت الاشتعال يعمل مستشعر AAT بنفس الطريقة التي يعمل بها مستشعر كات في الواقع وصفت بعض كتيبات خدمة السيارة المحوسبة المبكرة قبل OBDA أي أغلق قوس مستشعر درجة حرارة هواء السحب كمستشعر درجة حرارة شحن الهواء يتم وضع مستشعر AAT بحيث يتم سحب هواء السحب المحيط عبره عندما يدخل مدخل المحرك يقع مستشعر AAT بالقرب من مبيت مرشح الهواء أو أنبوب مدخل الهواء سيتم تخزين رمز P011D وقد يضيء مصباح مؤشر عطل MAL إذا اكتشف PCM إشارات الجهد من مستشعر كات ومستشعر AAT التي تختلف بأكثر من درجة مبرمجة مسبقا قد تكون دورات الإشعال المتعددة مع الفشل مطلوبة لإضاءة MAL ما مدى خطورة هذا DTC قد يتأثر الأداء العام للمحرك وكفاءة الوقود سلبا بالظروف التي تساهم في تخزين الرمز P011D ويجب تصنيفه على أنه شديد ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P011D ما يلي انخفاض أداء المحرك العادم الغني أو الهزيل المفرط تأخير بدء تشغيل المحرك خاصة عندما يكون باردا انخفاض كفاءة الوقود ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب هذا الرمز ما يلي مستشعر CAT AAT المعيب فتح أسلاك أو موصل مستشعر CAT AAT أو موصل PCM أو PCM المحضور خطأ برمجة مقيد ما هي بعض خطوات التشخيص P011D يمكنني الوصول إلى الماسح الضوئي التشخيصي وفولت ومصدر معلومات مركبة موثوق به قبل محاولة تشخيص رمز P011D يجب أن يبدأ تشخيص أي رمز مرتبط بجهاز استشعار CAT بالتحقق من عدم وجود عوائق في تدفق الهواء عبر المبرد البيني يجب إجراء فحص بصري لجميع أسلاك وموصلات نظام CAT في حالة عدم وجود عوائق للمبرد الداخلي وفلتر الهواء نظيف نسبي يقم بإجراء الإصلاحات حسب الحاجة بعد ذلك سوف أقوم بتوصيل الماسح الضوئي بمنفذ تشخيص السيارة واسترداد جميع الرموز المخزنة وتجميد بيانات الإطار يمكن وصف بيانات إطار التجميد بشكل أفضل على أنها لقطة سريعة للظروف الدقيقة التي حدثت في وقت العطل الذي أدى إلى الرمز المخزن P011D أحب أن أكتب هذه المعلومات لأنها قد تكون مفيدة مع استمرار التشخيص الآن امسح الرموز واختبر السيارة لمعرفة ما إذا كان الرمز قد أعيد تعيينه إذا كان الأمر كذلك اختبر أجهزة استشعار كات AAT الفردية باستخدام DVOM ومصدر معلومات مركبتك ضع DVOM على إعداد أوم واختبر المستشعارات أثناء فصلها استشر مصدر معلومات مركبتك لمعرفة مواصفات اختبار المكونات يجب استبدال مستشعارات كات AAT التي لا تتوافق مع مواصفات الشركة المصنعة إذا كانت جميع المستشعارات متوافقة مع مواصفات الشركة المصنعة اختبار الجهد المرجعي عادة 5 فولت وأرض عند مواصلات المستشعر استخدم DVOM وقم بتوصيل سلك الاختبار الإيجابي بدبوس الجهد المرجعي لمواصل المستشعر مع سلك الاختبار السالب المتصل بالدبوس الأرضي للموصل إذا وجدت جادا مرجعيا وأرضا أعد توصيل المستشعر واختبر دائرة إشارة المستشعر أثناء تشغيل المحرك اتبع درجة الحرارة إلى مخطط الجهد الموجود داخل مصدر معلومات السيارة لتحديد ما إذا كان المستشعر يعمل بشكل صحيح يجب استبدال أجهزة الاستشعار التي لا تعكس نفس درجة الجهد وفقا لدرجة حرارة هواء السحب هواء الشحن كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة إذا كانت دائرة إشارة المستشعر تعكس الدرجة الصحيحة من الجهد اختبر دائرة الإشارة للمستشعر المعني في موصل PCM إذا كان هناك إشارة مستشعر في موصل المستشعر ولا توجد في موصل PCM فهناك دائرة مفتوحة بين المكونين اختبار دوائر النظام الفردية باستخدام DVOM أفصل PCM وجميع وحدات التحكم ذات الصلة واتبع مخطط التدفق التشخيصي أو الرسوم البيانية لدبوس الموصل لاختبار مقاومة الدائرة الفردية أو الاستمرارية الاشتباه في فشل PCM أو خطأ في برمجة PCM إذا كانت جميع أجهزة الاستشعار والدوائر كات AAT ضمن المواصفات تحقق من نشارات الخدمة الفنية TSB للمساعدة في التشخيص الخاص بك قلبا ما يتم ترك مستشعر AAT غير موصل بعد استبدال مرشح الهواء أو الصيانة الأخرى ذات الصلة